وسام أبو علي كان عنده مشكلة مع الاتحاد الفلسطيني كان فيه مرة اعتذر عن احدى المعسكرات وكان عايز يركز مع فرقته ومشكلة طولت شوية وكان غايب عن منتخب فلسطيني لشهور وربما لسنوات وسام أبو علي مشكلته مع الاتحاد الفلسطيني اتحلت خلاص واللاعب هيبقى موجود مع المنتخب الفلسطيني خلال شهر مارس القادم وهو تم تسجيله خلاص ضمن قائمة المنتخب الفلسطيني في الاتحاد الدولي لقرة القدم وهيبقى موجود معهم في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وهيبقى بالأداء ده اساسي عادي جدا لمنتخب فلسطين ومكسب كبير جدا لمنتخب فلسطين وسام أبو علي وهحمل لعيبة اللي أتصور هيبقى من المواهب العظيمة لدخلة الدولة المصرية أتصور كلها انتبعات كلها انتبعات اشتركوا في القناة